يوم بالأمس كان يوم حافل ويوم طويل وكنا على موعد مع هذا العنوان العريضة الذي ربما غاب حتى عنا في وسائل الإعلام ومن 1952 كانت الدولة بترفع هذا المنشط السياسي مش الصحفي وهو منشط العدالة الاجتماعية ربما من يتتبع مفهوم العدالة الاجتماعية يجد أن الانطلاق حدثت مع فكر الدولة المصرية بعد فور 23 يوليو 1952 لكنها ربما تعثرت في بعض العقود التي تلت حكم الرئيس عبد الناصر وأصبح مفهوم العدالة الاجتماعية مفهوما تدغدغ به القيادات السياسية مشاعر الجماهير دون الولوج أو الوصول إلى النقطة الحقيقية لتحقيق بعضا من هذه العدالة عدالة اجتماعية مفقود لكن كنا ومازلنا على موعد مع تطبيق حرفي وتطبيق على أرض الواقع لمفاهيم العدالة الاجتماعية ومحاول التوسيع دائرة الطبقة الوسطى التي تآكلت خلال السنوات الكثيرة الماضية مفهوم إعادة توسيع أو إعادة بناء الطبقة الوسطى ربما لم يظهر كمنشط سياسي وأيضا لم يظهر كمنشط صحفي أو إعلامي لكن ها أنا أظهره الآن بأن هناك خطة للدولة أو خطة من الدولة لإعادة بناء الطبقة الوسطى من جديد وفق آليات جديدة ما يحدث على أرض الواقع بيمثل إعادة بناء لهذه الطبقة طبقة تأكلت وتناثرت وهناك من كتب أتذكر الدكتور رمز الزكي حينما كتب كتابا يقول في عنوانه وداء عن الطبقة الوسطى تأكلت وتناثرت وضاعت لكن إعادة بناء الطبقة الوسطى بمفاهيم جديدة يحدث الآن هنا في مصر اتنين العدالة الاجتماعية بمفهومها الحقيقي توفير ليس فقط ما يشبع معنويات المواطن كانت العدالة الاجتماعية كمفهوم بيستخدم هؤلاء البارعون في الخطابة تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري المسكين إيجاد لقمة العيش وفرصة العمل إلى آخره والناس تساقف وتقول ما فيش أعظم من كده لم يتحقق شيئا من هذا على الأرض لكن هنا وفي هذا التوقيت وفي هذا العهد تحديدا وجدنا مفهوم حقيقي للحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية للطبقة التي تستحق الحماية لأول مرة في مصر بنجد مفهوما جديدا مفاهيم جديدا لتوزيع الدعم وإيصاله إلى مستحقية من خلال برامج إعادة الدعم اللي اصطلح إعلامين على تسميتها تحرير الدعم ورفع الدعم ده لم يحدث بالمناسبة وإنما تم إعادة تخصيصه إعادة توجيهه بما يساين فيه الحماية الاجتماعية كان مشروع تكافل وكرامة الذي يمثل كرامة حقيقية لمواطن المصري أحد أهم المشروعات اللي شهدتها مصر وأشارت إليها الدوريات والمؤسسات الدولية إن ده مشروع حقيقي لإعادة بناء الإنسان المصري وفق منظومة تحقيق العدلة الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر